انطلاقا من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي تعتمد على بيئة تنافسية عادلة مفتوحة عززت المملكة خطواتها المتقدمة في المجال الرياضي من خلال سماحها للأندية الرياضية بتحويلها إلى شركات تجارية اختياريا بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من صدوق العمل تمكين والبنوك التجارية لإتاحة الفرص بشكل أكبر أمام الأندية لاستثمار مواردها واستقطاب عدد من المستثمرين في مجالات مختلفة عقلية احترافية في إدارة المشاريع ونقل مملكة البحرين إلى العالمية بالوسط الرياضي حيث قدمت المملكة خطوة متقدمة في المنطقة تتماشى مع الخطط العامة للمدن الرياضية الكبرى وهي السماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية اختياريا بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من قبل صندوق العمل تمكين والبنوك التجارية لتكون مملكة البحرين بيئة جاذبة للاستثمار هذا الأمر سيساهم في خلق آفاق أوسع للأندية المحلية وتعزيز دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية وفي السياق نفسه تتعدد المنافع والإيجابيات المقدمة للأندية في هذا النموذج البحريني الفريد لتكون من أبرزها اختيار مجلس الإدارة والطاقم التدريبي إلى جانب ظهور مواهب جديدة وفتح مجال المنافسة الشريفة بين الأندية المحلية ناهيك عن توفير الكثير من الوظائف التي سيكون للشاب البحريني النصيب الأكبر منها كما سيضمن تحول الأندية لشركات اختياريا لجميع اللاعبين الحقوق المالية وذلك عن طريق توظيف وشراء اللاعبين بالعقد إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لجميع الرياضيين وعدم انشقاله بأي أعمال أخرى للوصول للعالمية والاحتراف الكامل ويستطيع النادي الذي تحول إلى شركة تجارية أن يستثمر عن طريق البنك لتسهيل إجراءاته وزيادة مدخوله كما يستطيع بعد الحصول على السجل إنشاء أكاديمية الرياضية ليكون النادي منبع وموطن الاحتراف هذا المشروع الذي وضعه قائد الرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سيساعد في النمو المستمر لرياضة البحرينية وتعزيز احترافيتها في استقطاب الرعا لتطوير القطاع الشبابي والرياضي القائم على أساس البيئة التنافسية العادلة المفتوحة إلى جانب تحقيق العديد من البطولات العالمية والإنجازات التي ستضع مملكة البحرين في خارطة الرياضة العالمية في المستقبل القريب طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين